القانون على مدارة أسابيع كان مصار حديث كل مواطن في الشارع التطورات كانت سريعة النهاردة جداً وهنبدأ من مجلس النواب اللجنة التشاعل مجلس النواب النهاردة استكملت منقشة القانون المقدم من حزب ومستقبل وطن والتعديلات باختصار اللي قدمها مستقبل وطن حل الجزء كبير من المشاكل اللي كانت في القانون الأول بالتزامن مع ده الحكومة أحالت قانونها أيضاً الخاص بالتعديل الخاص بالشرع العقاري واللجنة التشاعلية نقشته بالتزامن مع القانون المقدم من النواب الفرق بين القانونين باختصار القانون المقدم من مستقبل وطن بيؤجل تطبيق القانون لمدة عام وبيتيح تسهيلات خاصة بضريبة التصرفات العقارية سواء من خلال تقصتها أو حتى تخفضها لنسبة 1.5% في حالة بيع العقارة أكتر من مرة في السنة قانون الحكومة كان بيتكلم عن فكرة التأجيل التأجيل فقط ولما يتضمن أي نقاط خاصة بتخفيض الضريبة ولكن الحكومة قالت في اللجنة أثناء مناشط القانون أن ده مجرد تمهيد لتقديم قانون كامل خاص بالشرع العقاري يحل مشكلة الملكية العقارية بشكل عام التطور الأهم في موضوع الشرع العقاري النهاردة كان بتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي وكالعادة الرئيس هو أول إيد بالطبطب على المواطن ويوجه بشكل عاجل الحكومة أن يتم تأجيل القانون لفترة انتقالية على الأقل لا تقل عن أعامين بالتزامن مع ده يبقى فيه قيمة مخفضة وثابتة عند تسجيل أي أملك وده بتبقى على حسب المساحة وعلى حسب نوع العقار نفسه اللي هيتم تسجيله الرئيس كبان وجه الحكومة أن في خلال الفترة دي يبقى فيه حوار مجتمعي واسع جدا بحس يتم الوصول لصيغة خاصة بتسجيل الملكية العقارية بشكل مرضي وبشكل يحافظ على حقوق الدولة أيضا إيه لإيه المفروض هيحصل الفترة الجاية اللجنة التشغيع قررت أن هي هتعيد منقشة مشروع القانون بناء على توجهات الأخيرة للرئيس عبدالفتاح السيسي من المقرر أن يبقى فيه اجتماع بقرة في اللجنة التشغيع المجلس النواب هينقشوا القانون مرة تانية وطبعا من المتوقع أن هيتم الاستجابة للرئيس فيما يخص تأجيل لمدة عامين طيب السؤال الأهم موضوع التصرفات العقارية وصل لفين التصرفات العقارية باختصار شريك جدا هي ضريبة بيتم تطبيقها على البائع في حالة التصرف في العقار بتبقى نسبتها كام؟ بتبقى نسبتها 2.5% طيب مين اللي بيتفحها المشتري أم البائع؟ لا البائع فبالتالي الشخص اللي بشتري العقار ده معلوهش ضريبة طيب في حالة أنه هو اضطر أنه هو يسددها لا من حقه يطالب البائع بتسددها من خلال القضاء طيب الخبر المهم جدا أن وزير العادلة قال أن تحصيل ضريبة التصرفات العقارية ليس من اختصاص مكاتب الشرع العقار وبالتالي عند تسجيل الوحدة السكنية مستقبلا مع تطبيق القانون مش هيرتبط الأمر بدفع الضريبة دي ولكن هو دور المكاتب الشرع العقاري فقط بينحصر فيه إبلاغ ضرائب بالأمر ده طيب النقطة الثانية المهمة طيب الوضع يديلوقتي القانون مطبق يعني اللي هيروح يوم السابت ده أو الأسبوع الجاي يسجل ويقدم على مرافق خصوصا القانون التعدلات الأخيرة للقانون بتقول أن توصيل المرافق مرتبط بالتسجيل الشرع العقاري لا رئيس القطاع الشرع العقاري قال بشكل واضح جدا أن هيبقى الشغل على قديمه يعني أنت حضرتك هتروح تقدم في المرافق عادي بناء على صحة التوقيع والعقد الابتدائي وخلافه لحين حسب موضوع تعدلات الشرع العقاري بشكل كامل طيب أنا برضو في حاجة عايزة أتكلم فيها مهمة جدا أنت هتستفيد إيه لما تسجل وحدك في الشرع العقاري لا هتستفيد كتير جدا بعد حل الموضوع أولا أنت في وضعك الحالي أنت شقتك واخدها بتوكيل الشقة ما تمش نقل ملكيتها ليك بشكل كامل لأنها في النهاية توكيل وعقد عرفي تسجيل شقيتك في الشرع العقاري بيخلي ملكيتك ملكية سابتة بتحصل على ما يسمى بالعقد الأخضر لهو أعلى سند ملكية وبالتالي مش مستحيل يحصل مستقبلا أي نزاع على الملكية معاك على الشقة دي أو العقار وبالتالي التسجيل الوحدة في الشرع العقاري هو أمر مهم جدا ولكن النقطة اللي شغال عليها البرلمان والحكومة بتوجيه من الرئيس هو تبسيط الإجراءات وأن يبقى عندنا صيغة وبعد حوار مجتمعي كامل تحل المشاكل كلها اللي ظهرت في القوان اشتركوا في القناة